كيف حالك يا بابا؟ الله خليك أبوك أشكتك كيف أنت؟ كيف أنت؟ والله إلا الحمد إلا الهدى صعب إلا لم تتمالك غنى نفسها وهي تحدث والدها ولم تكتم دموعها الأم والأطفال يتواجدون في العريش بحثا عن العلاج أما الوالد فكان من المفترض أن يلحق بهم ولكن حالت سيطرت إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني دون ذلك بناتي مرضى وكان زوجي داخل معي بس مرضوش دخلوا على المعبر والحمد لله يعني رجع في اليوم بنكلم بس مرة مرتين بس نفسي أشوف بابا نفسي أشوف كل العيل اللي هناك وبابا بقى بدير حاجنا وما لاحكيش أنا مريدة سلطان بقيت أروح وأتعالج مأساة هذه الأسرة تعكس واقع حالات كثيرة لا تقل قسوة في منطقة السبيل تم تخصيص عدد من المنازل لاستقبال العالقين الفلسطينيين أسر أجبرتها الظروف على التشتت وباعدت بين أفرادها منهم من بقي في مصر ومنهم من يقبع تحت الحصار في غزة ومع تعقد الوضع هناك يبدو أن اللقاء سيطول محتاجين مساعدات ومحتاجين هذا وهي مسكر المعبر أحمد سمير راشد أحد العالقين في العريش منذ أشهر استأجر بيتا وبعد نفادي أمواله قرر العودة إلى غزة مع نهاية الشهر السفارة الفلسطينية في القاهرة تنصق مع الجهات المصرية من أجل توفير سبل المساعدة لآلاف الفلسطينيين العالقين نحن نعمل بالطاقة بالموجود بأقصى قدرة وأعلى قدرة ممكنة لزيارة المستشفيات وأيضا تقديم مساعدات لهم مالية ولجستية من خلال المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تصل إلينا ويبقى معبر رفح مفتوحا من الجانب المصري وأمامه شاحنات المساعدات وصيارات الإسعاف لكن إسرائيل أعلنت أنها مستمرة في إغلاقه إغلاق يعمق من معاناة هؤلاء العالقين الذين لم يجدوا من سبيل للإطمئنان على ذويهم سوى الهواتف غير المتاحة هي الأخرى طيلة الوقت بسبب مشاكل الشبكة في غزة أحمد عثمان الحدث العريش محافظة شمال سيناء